هنأ التجمع اليمني للإصلاح الشعب اليمني وقيادته السياسية بالذكرى الثانية والخمسين للاستقلال المجيد وعكد الإصلاح في بيان له أن الثلاثين من نوفمبر توج نظالات الأبطال والثوار الذين سطروا على صفحات النظال الوطني أروع السطور وحققوا حلم الاستقلال وجاء آخر جنديا بريطاني وإجلائه من عدن في العام 1967 1967 لافتا إلى أن مكانة هذه المناسبة في قلب كل وطني مؤمن بمبادئ النظال الوطني الذي قامت على أسسه ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وعشار الإصلاح إلى أن إثارة الخلافات داخل جبهة الشرعية لم يسمح بأن يرى اليمنيون العاصمة المؤقتة عدن أنموذجا برغم أنها خلافات لا يمكن مقارنتها بخلافات اليمنيين مع الإمامة التي تهدد حاضر ومستقبل الجميع دون استثناء مؤكدا أن أي صراعات داخل المناطق المحررة تخدم انقلاب ميليشيا الحوثي وتبقي الشعب كاملا دون دولة ولا نظام ولا عاصمة ودع التجمع اليمني للإصلاح إلى مراجعة السياسات والمواقف التي تسير بخط معاكس لأهداف الثورة والاستقلال وعدم استدعاء الواقع الذي تجاوزه الشعب بثورته وتضحيات جسام وأكد الإصلاح على حق المواطن في كامل المناطق المحررة وعلى رأسها عدن في أن يشعر بالأمن في مدينته ومحافظته وأن يجد الخدمات الأساسية مؤكدا على ضرورة أن تخل المدن من السلاح سيما عدن بصفتها عاصمة مفتوحة على جميع أبناء الوطن وشدد البيان على أهمية استعادة الحياة السياسية في عدن وأن تتمكن الأحزاب من فتح مقارها وممارسة أنشظتها وأن تتوقف حالة الحظر للعمل السياسي الذي أفقد عدن فتاحها وحولها إلى مكان مغلق على فصيل سياسي واحد كما طالب الإصلاح بالإصراع في تنفيذ اتفاق الرياض حتى تتمكن مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن وتوفير الخدمات للمواطنين وبسط سلطتها لإحلال الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون وتوحيد الجهود نحو استكمال التحرير واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثية